مساء الخير و أهلاً وسهلاً بيكو في حلقة جديدة من برنامج كلام كبار مبدئياً كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف يا رب دايماً كل أيامنا فرحة وسعادة الحقيقة النهاردة حلقتنا يعني خلينا نقول كده الفقرة التانية يعني خلونا نبدأ بالفقرة التانية هيكون فيها خناء هيكون فيها وجهات نظر متعددة لأن هم النهاردة هيتكلموا في موضوع مهم جداً الموضوع ده متهيأ لي كده مش هيتفق عليه تعالوا بنا نروح ليه الفقرة الأولى الفقرة الأولى هتسمع فيها أغلى كلام ممكن تسمعه تعالوا حضن اركن جيب عشرة جنيه اطلع استنى يمين شمال جيب عشرين جنيه ودي اللي احنا هنتكلم فيها عن تطور مهنة السايس خلونا نطلع فاصل على طول علشان نشوف حازم وصارى هيقولولنا ايه في الفقرة الأولى وآثر ودعاء هيقولولنا ايه الفقرة الثانية مساء الخير عليكو على مشاهداننا الكرام برنامج كلام كبار رجعنا لكو بحلقة جديدة وموضوع جديد ومميز اكيد بس خلوني الاول اهن الشعب المصري العظيم على ذكرى المولد النبوي الشريف يا رب يعود علينا الايام بالخير والسعادة دايما ودايما نبقى فرحانين ومبسوطين النهاردة فقرتنا هنتكلم عن الشغلانات اللي ملهاش لازمة فيه شغلانات كتير قوي ملهاش لازمة زي مثلا اللي بيقف في الحمام يديلك مناديل يعني انت مش محتاج ده يعني بستغرب جدا وبتستفزني جدا بس من اكتر الشغلانات اللي بتستفزني شخصيا واكيد بيستفز كل الناس هي شغلانة واحدة ودي اللي هنركز عليها النهاردة كويس قوي النهاردة هنتكلم عن شغلة السايس مهنة السايس باقت مستفزة جدا اكيد كلنا واحنا بنركن سمعنا كلمة ايوة واسعة 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 عجل ايمين عجل اشمال بس كده زي الفل الموضوع بقى مستفز جدا وبجد اكيد كلنا بنعاني منه عشان كده حبينا النهاردة ننقشو ونتكلم فيه مع بعض بس خلوني الاول ارحب بزملتي صارة مساء الخير عليك يا صارة مساء الخير يا حازم الموضوع مش بس بقى مستفز الموضوع بيحط علينا عبء نفسي رهيب واحنا خارجين في اي خروجة او نازلين مع بعض بي اما بتفكر ان انت تركب اي وسيلة مواصلات عشان ما تضطرش ان انت تركب في الشارع فتنزل وتخش المكان اللي انت عايز وتخرج منه يا اما بنسيب دايما حد في العربية لان ما فيش راكنه لان الشارع مش منظم وبالتالي بيخرج لنا سايس من حيث لا نعلم من اي مكان بتلاقيه جالك فجأة يا هو يا اتنين يا تلاتة وبتبقى كمان من مناطق متقسمة فاي شارع هتروح عشان تركب هتلاقي فيه على الاقل سايس او اتنين فبيتزيب حد في العربية يعود يلف حوالين الشوارع عشان مش لقي مكان يرجع يركب لحد ما الحد المستنينه جوه يخلص اللي بيعمله ويخرج يركب عربيته تاني فبالتالي بقت الخروجة مملة وبقينا لما نيجي نتفق على خروجة نسمع ناس تقول لأ انا مش عايزة اروح المكان في فلاني عشان زحمه عشان ما فيهوش مكان نركن وهتحصل بقى المشاكل بتاعة السايس واخناقات السايس على سعر اللي هو بيطلبه وبقى بيطلبه يعني زمان كنا بنديله اي حاجة وخلاص الدنيا بتمشي على السنين مش شغلانة رسمية لأ دلوقتي بقى ليها تسعيرة وبقى مايرضاش لو انت قدت له سعر هو مش حابه بالزبط يعني انا مش عارف هم موجودين علشان يساعدونا وينظموا الطرق معانا ويشاركوا في تنظيم المرور والشوارع ولا عشان يرهبونا ويبتزونا علشان ياخدوا مننا فلوس يعني الوحد ما بقىش عارف هم موجودين عشان ايه هو الطبيعي ان مهنة تنظيم المرور ومش مهنتهم طبعا ولا ليهم علاقة بيهم ولا ينفع تبقى حاجة مش رسمية ولكن اللي بيحصل ان هم بياخدوا كل واحد يوم بياخد منطقة وبيبدأ ينظم فيها الدنيا مش ازاي وبيبقى بالاجبار هو مش بيساعدك هي فردة انت هتدفع اللي هو عايزه ولا تقرك لها ربيضك مخبوطة وهكذا ودلوقتي بينا نلاقي في كل حت يعني انت مفيش اي شارع كبير او منطقة معروفة كويس الا وفيها سايز وكل تسعيرة بتختلف على حسب المنطقة بالزبط وياخد المكان ده والمساحة دي على انها ملكية خاصة لي ويحط لها تسعيرة وغزبا عنك هتدفع لو مدفعتش تلاقي توبة في ازايزة العربية هتلاقي بيحزب عليك هتلاقي ممكن يجتمك لو بسطله في المراهة هتحس ان هو عايز يقتلك كأنه اكلت عليه حقه يعني دي مهنة هو بيشتغلها وليها مرتب وانت زي ما تدهلوش انا ما بشوفش ان هي مهنة بالعكس انا بشوف ان هي بلطجة او شحاتة يعني ما بشوفهاش ان هي مهنة خالص وفي نسبة يعني لما الموضوع بيبقى بالنسبة لهم مريح مثلا حد مش عارف اركن كويس قوي فهو بيساعده ان هو يركن بس خلينا متفقين برده ان الموضوع من اول والاخر غلط ما هو انا لو مش عارف اركن ومحتاج حد يساعدني في الركن اذا انا مش مؤهلة لسه ان انا سوق ايوه مصدوك فموضوع من اول والاخر ومفوش اي حاجة كويسة ودلوقت كمان حتى يعني الموضوع بقى في الشارع ما بقاش قدام مول مثلا لا وحتى لو قدام مول يعني هو بيبقى من غير علم ادارة المول او موافقتهم حتى يعني هما بيقفوا قدام المول ويسيطروا على المكان وبجد بيعملوا مشاكل كبيرة وانت كمواطن ما فيش في ايدك حاجة تاعمل ان انت تدفع يتدفع جوه بوركينج المول بالزبط بالتذكارة يتدفع بره بالعافية اذا ما فيش اختيار ان انا عايز اركن في الشارع وبالزبط لو الموضوع ست هي اللي ساعة او بنت بالزبط يعني انا بتخيل ما كانها والدتي او اختي او ايا كان الموضوع بقى رخم جدا بقى الان عليهم حتى هي بيستغلوا موضوع ده بتطريعوا بيها جدا يبقوا عارفينه ممكن يزودوا عليها الفلوس او التسعيرة او حساب الرقنة عشان هي ست ومش اتعرف تتكلم شو ترد علي او تخش في منقشة معايا لان هي اكيد هتبقى الان يعني بتعرفش المناشا ديها تبقى نهيتها ايه بالزبط 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 ان فيها حوادث كتير جدا حصلت بالزبط ووصلت للاتل يا اما حرفين هتخش جوه تخرجت لها ربيتك متخربشة بالزبط محقوكة اي الكويتش ان ايه فيها اي حاجة يتصرفوا يعني هيخدوا حقهم بالعافية انا ليه واحد صاحبتي شدت شوية مع السايس وحاولت ان هي تعترض يعني اه تعترض على الموضوع وكده او تقلل معها السيار وكده اي حاجة في العربية ولا بالزبط بالزبط فالناس بقيت بتقتصر الموضوع وخلاص انا هذيلك لانت عايزه ومؤخرا المجلس الشعب حاول ان هو يخلي الموضوع مش منظم ولكن محكوم اكتر من كده فحط على موضوع السايس ده سبع شروط اول شرط منهم ان هو يبقى بيعرف فيه قره ويكتب ميبقاش امي تاني شرط ان هو يبقى عامل تحليل مخدرات عشان نضمن ان الشخص ده مش بيتعطى اي نوع من انواع مخدرات تالت شرط ان هو يبقى معه رخصة قيادة اصلا مؤهل ان هو يسوق بدل ما بنسمع تعالى تعالى وتلاقي دب خبط في الرصيف العربية بواسط الرابع شرط كمان ان هو ما يكونش عليه اي حكم الجنائي في اي جريمة باي شكل وخامس شرط ان هو يبقى ايه خامس شرط خامس شرط اه كان ان هو يبقى معه تصريح واي سايس هيشتغل من غير تصريح المفروض ان هو يتحكم عليه من ستة شهور او يدفع غرامة من الفين لخمس تلاف وان شاء الله الفترة اللي جاية دي هنشوف تطورات في قانون القانون بس برضو المشكلة تظل في انه المتضرر الاساسي من الموضوع ده المواطن فانا كمواطن اعيز اركن اعرابيته في الشارع انا مش هيفرق معي هو بيقروا بعدين خلي بالك انت ممكن الموضوع ما يكونش محتاج قصة ان فيه حد يقف يعني الدنيا فاضي قرية جدا بالزبط الدنيا صحراء بالزبط يجي هو يقولك ارجع 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 يا باشا ده كله علشان تديله فلوس طب انت على ايه انت ما عملتش حاجة ما ساعدتين ليش بزبط اسف الموضوع بقى مستفز جدا والاعتراض مش على كون هو نفسه ايه قد الاعتراض على فكرة نفسها فكرة ان الشارع ده ملك للشعب مش هو مول هو مش مجمع كافهات مش ارض لشخص معين فهو بيحط لي تذكرة على المكان اللي انا هركن فيه لا هو بيبقى الشارع ده ملك الشعب كله بالزبط لا ده بيعملها بالزبط انه هو يقولك ارجع هنا وتدفع فلوس ارجع هنا في الشارع ده مش ارضك انت مش دافع فيها فلوس انت مش بصفلينها باي شكل مش كله واحد حط صفاره في بقه ولبس الجلي بتاعهم اللي بيلبسو ده وقالك ارجع يا باشا ارجع يا باشا بقى سايس ومطالب منك انك تدفع له فلوس يعني انا مش شايف ان لها اي لازمة هو مساعدنيش في اي حاجة الموضوع بجد بقى ليش رشانا الحل هيجي مننا احنا لو كلنا بطلنا ان احنا ندفع لهم ولا جنيه واستحملنا في الاول فترة اللي انا هتحتشد معه سايس هتتخانق معاه بس لازم نجمد قلبنا شوية عشان الموضوع مقلبش حرفين بلتجة بلتجة احنا راضين عنها وسالبيين مش عارفين نعمل حرفين انا فيه يعني انا ساكن في الحتة اللي هساكن فيها فيه مول مشهور جدا لقيت فيه خناعة كبيرة جدا وناس كتير ملمومين على واحد من موتينه بجد موتينه جيت عرف الموضوع بسبب ايه عرفت ان دول سياس والراجل اللي بتضرب ده رفض ان هو يتفعله فبجد الموضوع بقى مرعب وبيشكل خطر كبير جدا على المواطنين جد يعني بقى مستفز بقى جريمة من الجرائم زيها زي حاجات كتيرة جدا بتحصل في الشارع المصري وبتحط علينا عبق رهيب ان احنا ننزل فيه ناس اصلا عندها فوبيا من الشارع فوبيا من كل الاحتكاكات والمشاكل اللي بتحصل عندهم زعر اجتماعي ممكن يحصل لهم فانك في اي لحظة بسبب اللي بيتعرضوله وسواء بقى من سايس من تسول من احتكاكات مع الناس بتتعامل معاك بشكل عنيف جدا على حاجة مش من حقهم اصلا فانت بتبدأ تبعايا سمشي جنب الحيط حيوة مظبور فلازم بقى فيه وقفة لازم موضوع يبقى ليه حل خلي بالك كمان الشباب بدأوا يلاقوا سهولة في الموضوع ده ان هم ينزلوا اي واحد فاضي يوم جاي نازل لابس البتاعه وحط صفاره بققه وينزل وياخد فلوس كتير جدا من الناس فالشباب بدأت تستسهل وتعمل ده طيب ما تروح تدور لك على شغل يعني بلاقي ساعات الشباب طول بعرض وصحته لسه فيه طيب ما تروح تدور على شغل بدل ده ومن رغم الجهود اللي بتقوم بيها اجهزة الامن من خلال الدوريات والدوريات اللي بتمر على طول المتكررة لازم نتكاتف مع بعض ويبقى فيه دور للشعب لازم لازم دور الشعب المواطن يدخل مع الامن يعني ما تبقاش حلها الامن بس لا احنا لازم نتكاتف وما نتعاملش معاهم ونرفق التعامل معاهم تماما ولو فيه اي حاجة نبلغ على طول فعلا لازم يبقى لينا دور ايجابي بجانب دور الحكومة او الدولة اللي بتحاول تعمله لازم احنا كمان يبقى لينا جهود عشان نقضي على الظاهرة دي تماما وبكده تبقى خلصة حلقتنا ونشوفكو في الحلقة اللي جاية مع موضوع جديد وحاجة جديدة استنونا اشتركوا في القناة